نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله افتتح سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي المؤتمر والمعرض العربي الأول للأمن السيبراني ويقام المؤتمر والمعرض تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة لصخير بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين رافعية المستوى وبحضور خبراء الأمن السيبراني من مختلف دول العالم وبهذه المناسبة أكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن الأمن السيبراني أصبح اليوم ركيزة أساسية لقطاع المعلومات والاتصالات في العالم لمواجهة المخاطر السيبرانية لافتا إلى أن مملكة البحرين تولي الأمن السيبراني أهمية خاصة لما يصهم فيه من توفير الحماية السيبرانية لكافة القطاعات التي ترفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وأشر سموه إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في المنطقة والتي حرصت على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبنت العديد من المبادرات والمشاريع لتحسين جاهزية وأمن المعلومات بما يعزز بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة ذات المعايير العالمية ويصهم في حماية أمنها السيبراني منويا أن البحرين أطلقت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تتضمن ركائز أساسية مترابطة تشكل إطار عمل شامل ومتماسك للمحافظة على فضاء إلكتروني آمن وموثوق في مملكة البحرين ولفت سموه إلى أن احتضان مملكة البحرين للمؤتمر والمعرض العربي الأول للأمن السيبراني يعكس ما توليه البحرين من اهتمام كبير بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي باعتباره أحد القطاعات الواعدة ذات الأولوية كما يشكل فرصة نوعية للتعرف على آخر السياسات والتشريعات والتقنيات المتعلقة بالأمن السيبراني من جانبه أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية أن استضافة مملكة البحرين للنسخة الأولى من المؤتمر والمعرض العربي الأول للأمن السيبراني يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالتحول إلى النظم الرقمية في تقديم الخدمات وفي إطار خطة متكاملة للتحول الرقمي يتم تنفيذها وفق معايير سيبرانية منضبطة منوها بأن انعقاد هذا التجمع العالمي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء يؤكد حرص سموه واهتمامه بأن يحقق المؤتمر والمعرض العربية الأول للأمن السيبراني الأثر المطلوب في تعزيز الأمن السيبراني والذي أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الشامل كما ثمن معالي الوزير مبادرة سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي باستضافة البحرين هذا التجمع الكبير من مسؤولي دول العالم والخبراء في مجال الأمن السيبراني خاصة أنه يأتي في ظل ما حققته البحرين من إنجازات أمنية متقدمة وتراجع المعدل العام للجريمة مع الاستمرار في تقديم خدمات رقمية بمنهج احترافي وتأسيس بنية تحتية آمنة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأوضح أن مملكة البحرين عملت خلال السنوات الأخيرة على دعم مسيرة التحول الرقمي وتأمينها من خلال إطلاق المبادرات ووضع القواعد الأساسية للأمن السيبراني من أجل بيئة إلكترونية موثوقة ومستدامة قادرة على مجابهة التحديات السيبرانية المتزايدة وأشار مع الوزير الداخلية إلى أن مسؤولية الأمن السيبراني ليست خاصرة على الجهة الحكومية بل يبقى القطاع الخاص شريكا وكذلك المستخدم ذاته والذي يجب أن يتمتع بالوعي الكافي ليكون استخدامه للشبكة العالمية للمعلومات آمنا ومفيدا بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعات المعنية والتي يمكنها أن تضع إطارا موحدا لمجابهة تهديدات الأمن السيبراني وتوفير الحماية المطلوبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السمو أصحاب المعالي أصحاب السعادة الضيوف الأعزاء أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح المؤتمر والمعرض الأول للأمن السيبراني في بلدكم الثاني مملكة البحرين وهو المؤتمر والمعرض الأول من نوعه الذي تستضيفه مملكة البحرين وتضم خبراء في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات محليا وأقليميا ودوليا لمناقشة أحد أبرز التحديات التي تواجه دول العالم كافة في الوقت الراهن ولعلكم تشاركونني الرأي أنه إذا كان العالم قد تحول إلى قرية صغيرة بفضل التطورات التكنولوجية الهائلة والمتسارعة فأنني أقول أنها صغيرة فعلا ولكن الأمن أكبر أولوياتها في ظل سعي بعض الدول والجماعات لتوظيف التكنولوجيا على نحو سيئ من خلال استهداف المنشآت الحيوية وناقلات وموانئ النفط على نحو غير مسبوك مما جعل الدول كافة المتقدم منها والنامي تعيد النظر في استراتيجيتها الأمنية والدفاعية سواء من خلال تأسيس هيئات معنية بمواجهة تهديدات الأمن السيبراني أو تبني استراتيجيات منفصلة لهذا الغرض الحضور الكريم مع أن التهديدات السيبرانية تمثل تحديا لكل دول العالم إلا أنها أكثر حدة بالنسبة لدول الخليج العربي في ظل تطورها السريع نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية ضمن تسارع خطط التنمية المستدامة بالإضافة إلى حالة توتر إقليمي تم توظيف التكنولوجيا فيها لتهديد أمن الخليج العربي بوجه عام والأمن البحري على نحو خاص مما يمثل تحديا غير مسبوك بالنظر للأهمية الاستراتيجية للموانئ والممرات البحرية التي تعتمد عليها دول الخليج العربي بشكل أساسي في تجارتها مع العالم الخارجي إن الحديث عن التهديدات السيبرانية يندرج ضمن استراتيجيات تعزيز الأمن الوطني للدول بجميع أبعاده فالتكنولوجيا هي الوسيلة الأساسية لتنفيذ خطط التنمية بما يتطلبه ذلك من ضرورة تأسيس بنية تحتية متطورة ومرنة لتتلاءم مع التطور المذهل للتكنولوجيا ومن ناحية ثانية فإن وجود مؤسسات معنية بالأمن السيبراني يبقى ضرورة استراتيجية لكل دولة الأمر الذي أولته مملكة البحرين أهمية بالقة سواء من خلال تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني بموجب مرسوم ملكي صادر من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حافظه الله ورعاه فضلاً عن إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تنهض على خمسة أسس وهي الحماية والحوكمة والوعي والشراكات وإعداد الكوادر الوطنية علاوةً على الجهد المجتمعي الذي يتكامل مع نظيرها الرسمي من خلال التوعية وتشتيع الابتكار وخاصةً في مجال الذكاء الإصطناعي والمبادرات الوطنية لمواجهة تلك التهديدات والقضاء عليها في مهدها ضيوفنا الكرام يكتسب مؤتمرنا هذا أهميةً بالقةً لكونه يمثل منصةً حواريةً تضم المعنيين في مجال الأمن السيبراني وأصحاب الشركات مع صانعي القرار لمناقشة كيفية التوفيق بين الاستفادة القصوى من التكنولوجيا وتجنب مخاطرها حيث تمثل مثل هذه اللقاءات فرصةً سانحةً لبلورة رؤى متكاملة حول تلك القضية فضلاً عما ينتجه المؤتمر والمعرض من فرصٍ لقطاعات كافةً ومن بينها المرأة والشباب لعرض الإنجازات والمبادرات ذات الصلة بتحدي الأمن السيبراني لتتكامل الرؤى والجهود بهدف بلورة خطةٍ شاملةٍ لمواجهة تلك التحديات إن جدوى الأعمال المؤتمر والمعرض يثري بموضوعاته على مدى الأيام الثلاثة من حيث نوعه للمشاركين والقضايا المطروحة التي تتناول طبيعة تلك التهديدات وما آلت إليه من تطورٍ وما تمثله من تحدٍ بل أن التعرف على طبيعة الهجمات السيبرانية في الماضي وما أسفرت عنه من نتائج وكيفية مواجهتها يحمل في طياته دروسًا مستفادة ونحن نتطلع نحو المستقبل بخطًا ثابتة وتصميمًا على الإفادة من تلك التكنولوجيا باعتبارها أحد ركائز القوى في المجالات المتعددة إن مناقشة بناء القدرات الوطنية والبنى التحتية اللازمة لعمل تلك التكنولوجيا تحظى بنصيبٍ وافر من أجندة عمل القمة والمؤتمر وهي قضيةٌ محورية بالإضافة إلى الأبعاد القانونية لجرائم الأمن السيبراني التي لا تزال تمثل معظلةً ليس فقط على المستوى الوطني لكل دولٍ بل على المستوى الدولي في تكييفها القانوني من حيث تحديد المسؤولية لعنها وما يتطلبه ذلك من فرصة عقوباتٍ على مرتكب تلك الجرائم حضور الكريم لقد أكدت الأزمات التي شهدها العالم وأبرزها تحدي جائحة كورونا إنه لا مفر من التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة من خلال تبادل الخبرات في التعامل مع الهجمات السيبرانية وضرورة تأسيس شراكاتٍ دولية في هذا المجال بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين مستويات الأمن الوطني والإقليمي والعالمي على نحو قير مسبوط وحتمية حماية المرافق الحيوية الخاصة الموانئ البحرية بوصفها شرايين الاقتصادات الوطنية للعديد من الدول الأمر الذي وجد صداه لدى دول حرصت على اتخاذ إجراءات احترازية في هذا المجال بما يعني أن مجال إدارة الأزمات السيبرانية قد أضحى في مقدمة استراتيجيات الأمنية للدول عموما وفي مجال إدارة الأزمات على النحو الخاص أن المؤتمر بما يتضمنه من جلسات ومناقشات وورش عمل تتجاوز توصيف التهديدات وتستهدف البحث عن حلول مبتكرة وتبني مبادرات بناءة ونشر الوعي وتعزيز القدرات وتوصيف التحديات وتصنيف مخاطرها وكيفيات مواجهتها برؤية يسهم الجميع في صياقتها ويعمل الجميع على تنفيذها في ظل عالم أضحت التكنولوجيا محركاً لتفاعلاته وسمة لقوة دوله إنني إذ أرحب بكم مرة أخرى أتطلع لإسهاماتكم التي سوف تمثل مصدر إثراءً لأعمال هذا المؤتمر والمعرض آملاً أن نحقق مع النتائج مثمرة تسهم في الاستفادة من التكنولوجيا بفوائدها والحد من تهديداتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمثل منصة حوارية تضم المعتيجية لكل دولة منصة حوارية شاملة ضمتها مملكة البحرين من خلال جمع عدد كبير من المختصين والمعنيين بالأمن السبراني بهدف توحيد الجهود وزيادة الشراكات في مجال الذكاء الاصطناعي ومواجهة تهديدات الأمن السبراني وبالورة أفكار واضحة عن هذا المجال الهام استراتيجية معززة للتكنولوجيا والبنية التحتية التكنولوجية تم عرضها ومناقشتها في المؤتمر والمعرض العربي الأول للأمن السبراني تلائم التطورات الهائلة المتسارعة بمعايير عالمية بهدف تحسين حماية البيانات والشبكات والبنية التحتية الوطنية والدولية التي تلعب دوراً هاماً في تشكيل البيئة السبرانية نشكر المركز الوطني للأمن السبراني على هذا المؤتمر والمعرض الذي قام تحت رعاية سيدي سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه هذا المعرض أول من نوعه في المنطقة ومملكة البحرين دائماً سباقة في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات طبعاً موضوع الأمن السبراني نشوف أننا في كل سنة في حاجة أكثر لتفهم المواضيع المختلفة في هذا المجال وكيف نقدر نكون جاهزين لأي خطر ممكن نتعرض له والحضور من الشركات العالمية شيء مشرف لمملكة البحرين لأن الحضور هنا ما يخدم بس مملكة البحرين بل يخدم المنطقة الخليج العربي والمنطقة ككل وجود متحدثين وخبراء في الأمن السبراني من جميع الدول فهذه إضافة حق المؤتمر في نفس الوقت سيساعدني حتى في تبادل الخبرات بيننا وبين الخبراء الموجودين في الدول الثانية فنحن سعداء صراحة كشركة بنفت أن تكون متواجدين ونعتبر هذا وجودنا كان ضروري على أساس أن نشارك المجموعة وفي نفس الوقت نستفيد من الخبرات الثانية الموجودة هنا مبادرة وإنجازات عدة ذات صلة تم عرضها بهدف نشر الوعي وتوصيف التحديات لتطوير هذا المجال الذي يعتبر إحدى الركائز الهامة في القطاعات الحيوية العالمية خيرة الخبرات العربية والعالمية تجتمع في هذا المكان وأفضل المنتجات والشركات ستساعدنا بشكل كبير نحن نحمي أنظمة الحكومية نتعلم من تجارب الدول الأخرى تكمن أهمية مشاركة الحياة في هذه المؤتمر لا ضرر أهمية البنية التحتية الآمنة لتوفير أي من الخدمات الحكومية الإلكترونية ونحن مشاركين حالياً بعدة خدمات منها خدمات الأنظمة التي تم تطويرها منها الخدمات الإنفراستركتشر التي توفرها للجهات الحكومية كدعم للأنظمة للجهات الحكومية كدعم التقنية والإلكتروني وأيضاً البيانات التي توفرها للمستفيدين شاركنا في عدة مؤتمرات والحمد لله نحن نعتبر من الدول المتقدمة في هذا المجال والأمانة عندنا بني تحتية الحمد لله جدا ممتازة الهمن الأول والأخير خصوصا في مجالنا كتكنولوجيا مالية الأمن هذه أول شيء هاجس لكل الأمانة وهي طبعا بيكون بالتعاون معنا ومع الجهات الرسمية الحكومية كذلك جهد جماعي لتحقيق الأمن السبراني ينطلق من مملكة البحرين لتقديم أفضل الحلول العلمية والدراسات للتعرف على أفضل الممارسات التطلع نحو المستقبل وتحديد الأهداف بتألق يتطلب تخطيطا استراتيجيا شاملا ويأتي المؤتمر والمعرض العربي الأول للأمن السبراني ليؤكد أن مملكة البحرين تستبر في وضع الخطط وتحتضن العالم لتعزيز الأمن السبراني وتبادل الحلول والمعرفة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة